اشتركوا في القناة وبعد دراسة الابتدائية والثانوية في عنجامينة سافر الارتهاد السوفيتي عن ذاك لمواصلة دراسته في مدرسة الطيران قبل الالتهاق بالقوات الجوية شغل الفقيد العديد من مناصب المسؤولية خلال مسيرته المهنية آخرها نائب القائد العملي للقوات الجوية ترك الفقيد خلفها رمالها وأيتام هذا وعقب مراسم التشيء سيتم نقل الجثمن إلى مقبرة الأماجي ليورى الثراء هناك إنا لله وإنا إليه راجعون